اشتركوا في القناة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ما أسهم في تعزيز تواجد مملكة البحرين على الساحتين الإقليمية والدولية في القطاع الرياضي وشد سمو الشيخ محمد بن سلمان بالنتائج التي حققها الفرس كوميشنينغ ضمن هذا السباق متمنيا للفرس مواصلة تحقيق النتائج المميزة التي تعزز من مستواها ضمن الجياد المميزة على مستوى العالم ولمملكة البحرين مواصلة تحقيق النتائج المشرفة في مختلف المحافل الدولية ونوها سموه بالدور الذي تطلع به الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل في تطوير سباقات الخيل بما يكفل تحقيق التطلعات المنشودة لهذا القطاع نحو مزيد من التمييز والتطور